السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دفع التالف سنة وإلى سنة عشرين خمسة وعشرين يا رب اكونوا بخير وفي احسن صحة وفي احسن حالة ويكونوا معكم ماشي تمام وقدرين بقى تتواجبوا مع اللي بيحصل وقدرين تتواجبوا مع السنة والضغط اللي فيها انا عارف من الموضوع يكاد يكون صعب ولكن سداني لو اسنتوا جراء فصصت واحدة واحدة ان شاء الله الامور تبقى سهلة عليكم وربنا اويكم وان شاء الله يبتب لكم كل الخير في السنة بإذن الله تعالى نارضا نتكلم مع بعض الفيديو حال الواجب الاول لتشابتر تو ونحن الاسبوع اللي فات بدأنا تشابتر تو في السنترز واخدنا الجزء الاولاني بتاع الكوالاتف اناليسز وابتدنا نكشف على الاناينز اللي هي الحاجات الناجاتف واخدنا اول جوب بس والضع اليوتد اتش سيال تعالى نشوف بقى الاسئلة بتيجي ازاي عشان نقطع كده ساعدك تفهم الوضع مية في المية وان شاء الله بإذن الله الموضوع يبقى سهل وبسيط على حضرتكم يلا بينا نبدأ مع بعض الفيديو حال الواجب الاول لتشابتر تو اول اسايمنت عندنا هو اسايمنت 1 كوستشن 1 تشوز بيقول لحضرتك انهي من الجاز الآتية تحول اللي موتر انتو ميلكي اتفانى مع بعضا الكاربون دايكسايد لو السي او تو جاز هو دايما اللي بيحول الكاربون دايكسايد انتو ميلكي نتيجة تكوين الكالسيوم كربونات جوه السوليوشن ولو تفتكر كانت عاملة كده دي الكاربون دايكسايد بيتفاعل مع اللاي موتر اللي هي الكالسيوم هايدروكسايد وكان بيدينا الكالسيوم كاربونات اللي هو كان ويت برسيبتات ومعه شوية مي وطبع ده كان بيحصل لوقته قصير فقط لغير اما لو كان لونج تايم كان الوايت برسيبتات ده بيختفي تمام ولذلك اللي كان بيحاول اللاي موتر اللي ميلكي او تربط هو الكاربون داي اوكسايد بعد كده السؤال رقم اثنين بيقولك وين سوديم سايو سالفيت سوليوشن اس شيكن ويز ايو دين يعني ترجع مع ايو دين السايو سالفيت از تشينجتو ايه لو تفتكر السايو سالفيت كان منظره عامل كده كنا بنخليها تفاعل مع الايو دين فكان بيتكون السوديم ايو ديد ومع سوديم تترا ثيونيت فده التترا ثيونيت اللي بيتكون فعشان كده اختار سالفيت ولا سالفيت ولا تترا ثيونيت لأ طبعا هيبقى التترا ثيونيت اين اللي هو السوديم تترا ثيونيت بعد كده سؤال رقم 3 بيحول الورقة الأورنج لجرين اللي كان بيدينا الاريتاتينج سميل كانوا اتنين يأما الصالفيت يأما الصيو صالفيت بس الفرق ما بين الاريتاتينج سميل وده كمان اريتاتينج سميل ده معهوش برسبتات ان ده كان معاه ييلو برسبتات فهو ما جابش ساتر ييلو برسبتات قالك بس بيطلع جاز اريتاتينج وبيحول ورقة من اورنج لجرين فبالتالي اختار الصالفيت هو اللي يمثل الاجابة الصحيحة لهذا السؤال انما لو كان قال بقى في ييلو برسبتات معاه كان ساعتها ممكن نختار الصايو صالفيت بعد كده بيقول لحضرتك سؤال رقم 4 اضيليوت اكوية سوليوشن يعني سوليوشن دايب فمية او سوديام سولت محدش عارف مين السوديام سولت فورم اويت برسبتات عمل وايت برسبتات مع الامجي السؤفور طبعا حتى فلا الامجي السؤفور ده بيتأكد من حكتين يا كاربونات يا باي كاربونات هو واحد في الاتنين دول بس اقال لك ان الوايت ده فقط بعد الغلايان يعني بعد التسخين فاللي كان بيتكون وايت بعد التسخين هو كان البي كاربونات ولذلك الاجابة ايه تبقى صح اجابة عندنا لهذا السؤال سؤال رقم خمسة بيقولوا حياتك الرياجنت المناسب او الكاشف المناسب او الدكتور المناسب تدفرنشيات عشان تفرق ما بين الكاربونات والبي كاربونات طبعا الكاربونات والبي كاربونات ما ينفعش نفرق بينهم بالضريوتر الاتنين كان بيدوا نتائج متشابهة فكنا بنستخدم الامجي السؤفور هو كان الرياجنت بالنسبة لنا عشان يقدر يدينا واحد وايت من غير هيتين بنيجي بعد كده السؤال ستة بيقول لحضرتك تحط على طلع علينا حاجة طيب لو تفتكر اللاتو اسيتيت فهو ده كان بيدينينا بلاك مع الصالفايد ولذلك لازم هتختار الصالفايد هي الاجابة الصحيحة لنهو كان بيديني بلاك اللي هو البي بي اس لما بحط عليه الصالفايد كان بيدينينا البي بي اس وده كان بلاك سؤال سبعة بيقول لك عايز يعرف المكونات بتاعة التربة بتاعته لازم تساعده انهو يعمل ايه؟ والله او لو عايز يعرف المكونات لازم هيعمل فقط لغير عشان يعرف التربة بتاعته فيها ايه؟ بالضبط ويقدر يختار السماد المناسب لهذه الطب بعد كده سؤال ثمانية بيقول لك عشان تقيس نسبة السكر في الدم فور ديابتس لمرضى السكر لازم تعمل ايه؟ لازم اعمل الكوانتاتيب اناليس سهيلة بتحدد الكميات وبتحدد لحضرات الكميات السكر في الدم الدقي تسعة اه طلع لي الاريتاتين وطلع اليلو في نفس الوقت طالما طلع الاريتاتين واليلو يبقى ده الصايو صالفيت اللي هو بالنسبة لنا يمثل الاجابة دي هي الاجابة الصحية بعد كده السؤال عشرة بيقول لك طبعا الاسلفايت بوتاسيوم دايكرومات اللي هو الكي تو سي ار تو او سبن اسيليفايد يعني معا نقطتين ثلاثة من السلفوريك اسيد الراجل ده كان لونه اورنج بيتحول لجرين لما يعمل بتكشن لانهي جاز لما يعمل بتكشن للس او تو جاز اللي هو السلفور داي اوكسايد جاز بعد كده سؤال رقم 11 خدناه قبل كده بيقول له حرقتك بيطلع حياتك الاتش تو اس اللي عنده باد سميل طبعا اللي كان بيطلع لي الباد سميل هو السلفايد اللي هو الاس سؤال 12 بيقولك سيلبر نايتريت الغالي بن الغالي حبيبي الاجي ان او 3 solution use to differentiate ما بين مين احنا اخذنا السيلبر نايتريد ده بيقدر يتحقق لي ويتأكد لي من حاجتين بيتأكد من السالفايد والسالفايد وعشان كده لازم اختار الاجابة اللي فيها سالفايد وسالفايد تمثل انهي اجابة هي الاجابة بالاجابة الصحيحة دي اللي فيها سالفايد وسالفايد ويقدر يكشف عنهم السيلبر نايتريد لو تفتكر اللي هو الاجي ان او 3 بعد كده سؤال رقم 13 بيقول لحضرتك an aqueous solution of one of calcium catein فيه solution من الكالسيوم catein يعني مصنوع من الكالسيوم which turbid by passing carbon dioxide for a short time بيقلب turbid لما عدي عليه carbon dioxide لغة قصير طبعا ده كان الليوموتر وما تنساش ان الليوموتر هي كانت الكالسيوم hydro oxide ده structure بتاع الليوموتر بعدين سؤال 14 بيقول لحضرتك سيوتو بالماثد الطريقة المناسبة ودفرنشيت عشان تفرق ما بين ماجنيزيام كربونات وماجنيزيام باي كربونات ويزاوة using a chemical reagent من غير ما خبت حاجة كيميائية طيب الماجنيزيام كربونات ده الرمز بتاعه والماجنيزيام باي كربونات ده الرمز بتاعه الراجل ده كان white precipitate من غير تسخينه من غير اي حاجة الراجل ده بقى كان شفاف لما سخنه يقلب ابيض وعشان كده عشان تفرق ما بين الاثنين لازم اعمل هيتنج وانس ان انا عملت هيتنج ده هيفضل ابيض عادي ومعندوش مشكلة انما الراجل ده هيبقى شفاف هيتحول بعد كده الابيض بعد هيتنج فعشان كده باي هيتنج ده انا كده ما حطيتش حاجة كيميائية بس سخنت وبكده اتفرقت ما بين الاثنين مين اللي كربونات ومين اللي باي كربونات الابيض هيفضل الابيض زي ما هو انما الشفاف هيتحول لابيض بعد التسكين نيجي بعد كده للسؤال خمس توش بيقول لحضركم فعلا اللي موتر لون هبقى اللي بتربط لو عدنا كربونات لوقت قصير جد لو فدرت تنفخ بقى الكربونات لوقت طويل جدا ساعتها اللون هيختفي تماما يعني ده معناه ان السوليوشن هيبقى شفاف ويرجع كالرلس تاني فالسوليوشن بيكون كالرلس وهي دي اصحة اجابة لهذا السؤال وهو سؤال خمس توش يبقى كده فور شورت تايم السوليوشن بيقلب ميلك انما فور لونج تايم السوليوشن بيرجع شفاف زي ما كان بعد كده نيجي لسؤال ستا عشر بيقول لحياتك اكس و واي ار تو سولز بروديوسين كار طبعا اللي كانوا بيطلعوا الكاربوندايكسيد هو الكاربونات والبي كاربونات وطبعا طالما الاثنين طلعوا نفس الجاز همش عارب فانا وينهم بالديلوتر فاستخدم بها الدكتور المساعد بتاعنا اللي هو كان الام جي اص و فور لانكده عرفت ان اكس و واي واحد كربونات والثاني بغي كربونات 17 بلوحك The substance use to detect the gas ايه الحاجة اللي باستخدمها To detect the gas producing from the reaction of diluted HCL And sodium sulfide طبعا ال diluted HCL مع sodium sulfide كان بيطلع لي ال H2S gas اللي هو عنده ال bad smell كنت بعرف الجاز ده ازاي بجيب له الورقة بتاعت اللاتو أسيتيت فبالتالي هاختار اللاتو أسيتيت هي الإجابة الصحيحة اللي تقدر تتعرف لي هذا الجاز لأن كان لونها بيسود لما تشم هذا الجاز مباشرة وعشكلة الإجابة الصحة هي الإجابة دي 18 When a few drops of diluted HCL is added to a sample of sodium sulfide A very irritating smell gas is produced which turned paper-witted with acidified potassium dichromate from orange to green What is the chemical formula of the green color وتلكوا قبل كده ان الورقة بتتحوى من orange ل green نتيجة تكون الكروميوم sulfide على الورقة الكروميوم sulfide ده هو اللي كان لونه green وعشان كده الورقة عندنا تحولت من orange ل green نتيجة تكون الكروميوم sulfide اللي هو الرمز بتاعه الإجابة C هي تعتبر أصح إجابة سؤال 19 بيقول لحضرتك The colorless gas which turns into reddish brown The colorless gas اللي بيتحول لreddish brown Add the mouse of the tube after adding diluted HCL to sodium nitride Is A طبعا ال colorless gas هو كان ال NO gas كان بيتحول بقى ال reddish brown اللي هو ال N هو بيصل على colorless فال colorless بالنسبة لنا هو ال NO gas فقط لا غيره سؤال 20 بعد كده بيقول لحضرتك which of the following represents the importance of chemical quantitative analysis in medical field مين في دول يورينا أهمية quantitative analysis في المجال الطبي يعني في المجال الطبي أولا identifying the harmful pollutants in food لا ده كان ال environmental field estimating the percentage of effective ingredients in drugs يورينا نسبة المواد الفعالة في الأدوية اللي هي drugs أو هي دي الإجابة الصحيحة الوحيدة اللي تقدر تحسب بيها quantitative analysis بعد كده بقى knowing the nature of function of hormones and enzymes طبعا knowing the nature أو function ده عن طريق انك تعرف المكونات مش تعرف الكمية determining the functional group of the newly synthesized drugs برضو عشان نعرف functional group أو نعرف الأجزاء اللي بيتكون منها الأدوية كل ده qualitative analysis دهما quantitative analysis هي اللي بحسب بيها الكميات بعد كده سؤال 21 بيقول لحضرتك which of the following fields is important in determining the harmony of the ores and the other product with and their conformity to standard specification طبعا عشان أتكلم عن ال ores وأتكلم عن ال products الصناعية اللي بتطلع من ال ores وهي ال harmony بتاعها يعني the structure بتاعها وهي طبقة الموصفات ولا ده بالنسبة لنا يمثل industrial field وهو مجال الصناعة مش أي مجال تاني في المجاليات الآتي بعد كده سؤال رقم 22 بيقول لحضرتك chemical analysis can be split into two types qualitative and quantitative which statement best describes the difference between them ايه الحاجة اللي توضح لك الفرق ما بين الاثنين اولا qualitative analysis aim to identify the composition of a substance او qualitative analysis تعرفني مكونات substance whereas quantitative analysis aim to determine the mass or percentage or composition or concentration of the substance فعلا الاجابة ايه هي اصح اجابة عندنا لان ال qualitative كان بيعرفني نوع ال atoms ونوع الحاجات الموجودة اما ال quantitative كان بيحسب الكميات بتاعتها البقين كلهم للأسف مش هيمخاعوا لان ايه هي اضق اجابة عند حضرتك بعد كده سؤال 23 بيقولوا حياتك which of the following is not an example not an example مش مثال على qualitative analysis ما تنساش not دي ها طيب مش مثال على ال qualitative طيب determining the concentration of the compound in a solution احسب ال concentration بتاع compound in a solution والله انا لو هحسب ال concentration يعني هحسب الكمية فبالتالي دي ما تعتبرش qualitative دي تعتبر quantitative فاجابة ايه هي الاجابة الصحة نال بقين كلهم بقى يعتبروا qualitative عادي جدا انهم يعرفوا المكونات 24 بيقول له حضرتك chemical analysis can be used to determine the amount of cholesterol person present in a person in which scientific field in this analysis important طبعا لو هحسب الكلسترول اللي موجود في جسم الانسان يبقى انا وكده باتكلم عن the medical field million in a million نيجي بعد كده لسؤال 25 بيقول له حياتك which of the following terms best described يعني افضل وصف the identification of unknown substance انا اتعرف على حاجة غير معروفة and determination of its chemical composition وكمان طريقة تكوينها او chemical structure والله انا عشان اتعرف على الحاجات اللي موجودة محتاجة اعمل qualitative analysis انما عشان اعرف تكوينها وكل اتم عددهم الديمسكو في بعض او chemical structure بتاعها عمل ازاي لازم اعرف العدد بتاع الاتمز فانا كده مش هعمل quantitative best ولا quality best انا هعمل chemical analysis عموما هعمل chemical analysis عشان اولا اعرف هي بتتكون من ايه زي ما قلتلكوا عبلكده زي السوديم carbon oxygen واعرف هما يسكو في بعض ازاي او التكوين بتاعهم او chemical structure بتاعهم او chemical formula بتاعهم Na2CO3 فلازم اعرف الاعداد بتاعهم فهعمل ال qual وهعمل ال qual عشان اعرف structure واعرف تكوين كله عامل ازاي فده best description للكيميكال analysis بعد كده سؤال 26 بيقول لحضرتك the identification and the measurement of a harmful environmental pollutants content in water and food are considered as integration of the chemical analysis and the بيقولك ان انت تعرف وتحسب الملوسات بتاع الجو سواء كانت في الاكل او في المياه ده يعتبر integration to chemical analysis مع مين يعتبر استخدام واتحاد للكيميكال analysis مع مين طبعا ده مع environmental field هو اللي كان بيتكلم عن the pollutants بتاع الwater والfood والair والحاجات دي كلها بعد كده سؤال 27 بيقول لحضرتك the following data shows the quantity of the main ingredients of cola drink in a specific soft drink company الراجل بقى حسب لك الماس بتاعت كل حاجة موجودة وحسب لك concentration or percentage بتاعتها جو الكانز بتاعت الببس بيقول لك the chemist at the quality control unit of the company must have performed a analysis on a random sample to ensure that the concentration of the ingredient is similar to the above data الراجل عشان يستخرج الديتا دي عمل انهي نوع من انواع الاناليسي طبعا عشان يحسب كميات وماس وpercentage لازم يكون عمل quantitative analysis ولذلك الاجابة ايه هي اضق اجابة لهذا السؤال بعد كده سؤال 28 بيقول لحياتك ايه is the chemical analysis used to identify ان اتعرف المكونات of the substance whether it's a pure or a mixture of several substance طبعا عشان عشان عارف المكونات على طول بعمل qualitative analysis بدون تفكير 29 بيقول لحضرتك في 29 the qualitative analysis of inorganic compounds involves the detection of ions that form the inorganic compounds such as simple salt ion it includes the detection of acidic radical only ولا acidic basic ولا basic radical or free radicals طبعا احنا بنكشف دايما عن basic ولا acidic radicals هماخدناش غير ال acidic radicals ولكن هناخد الحس اللي جايه كمان basic radicals فشكال اجابة بيه هي اضق اجابة لهذا السؤال سؤال 30 بيقول لحضرتك بمنتهى البساطة كده chemical analysis plays an important role in the medical field in estimating the percentage of sugar albumin and urea and cholesterol in blood and urine such as in the complete blood count لو ال CPC test دا تحليل ال CPC للناس كتير بتعمله لو تحليل الصورة الدم and urine analysis this make it easier for a doctor to accurately diagnose and treat the disease different diseases which of the following choice show the type or types نوع او انواع الاناليسز used in this test to provide a detailed description of the pure constituents and their concentration عشان تعرف المكونات اللي موجودة والconcentration بتاعتها طبعا عشان تعرف المكونات وعرف الconcentration المكونات بعرفها بالqualitative analysis انما الconcentrations او الكميات بعرفها بالquantitive analysis ولذلك اختار الاجابة بيه هي الاجابة الصغيرة 31 بيرو حياتك A is a serious of a certain reaction performed to identify the main component of the substance based on the change that occur in this reaction طبعا اللي كان الـ reactions اللي بنعملها عشان نعرف مكونات الـ compounds اللي عندنا او الـ components اللي عندنا عن طريق التغير اللي بيحصل في الـ reaction دي عن طريق الـ qualitative analysis اللي احنا عملناها وشوفنا بقى الـ gases والperceptents والحاجات كثير اللي بتحصل عند حضرتك في التفاعلات بعد كده سؤال 32 بيقولك which of the following can be discovered by chemical analysis in order to improve the soil properties and the crops مين اللي ممكن نكتشفه بالchemical analysis عشان نحسن التربة where the soil is acidic or basic the fertilizer suitable for the soil the kind and percent the element of the soil طبعا كلهم حاجات صحيحة عن طريق انك تاخد عينة بالتربة وتعرف اللي فيها اذا كان acid او اذا كان base فتختار السماد المناسب وعن طريق انك تعرف كميات اللي موجودة في تدارك تعرف تستخدم كمية السماد قد ايه كل دي حاجات تحسن السويل والـ crops فبالتالي كل الإجابات تعتبر إجابات صحيحة تلاتة وتلاتين بيقولك hydrochloric acid اللي هو الـ HCL is more stable than the acid from which of the following anions arrived فانا الـ HCL is more stable عن ستة حاجات كاربونات والبيكاربونات والسالفايت والسالفايد والسالفايد والسيوسالفيت والنيترائد صحيحة كنا السالفايد معنا السيوسالفيت معنا السالفيت مش معنا السالفيت معنا فعشان كده الحاجة الوحيدة اللي ما يقدرش يكشف عنها وما يبقاش مور ستابل عنها هي السالفيت لانه وبيقولك accept you يدرك شفعن كل دول accept me 34 بيقولك which of the following sole solution could react with MgSO4 and form white precipitate without heating without heating بيعمل white من غير heating طبعا الماجنيزيا مسالفيت كان بيكشف عن الكاربونات والبيكاربونات بس من غير heating يبقى انا كده بتكلم عن الكاربونات فبالتالي الإجابة الصحية هتبقى الإجابة ايه بعد كده سؤال 35 بيقول لحضرتك كده بمنطقة البساطة طبعا احنا بنستخدر طبعا احنا بنستخدم أسد قوي عن الحاجات اللي موجودة فبالتالي بنستخدم أنهي بقى بنستخدم مور ستيبل أسد عشان يريبليس اللي موجود فبالتالي لازم هنختار الإجابة بي هي الإجابة الصحيحة انت بتستخدم حاجة مور ستيبل عشان تخش انت فاردتك الحاجة اللازم ستيبل دي وتريد تكشف عنها وتعرف فبالتالي استخدمنا البضاء اليوتر HCL لانه مور ستيبل عن المجموعة اللي عندنا فيقدر يخش ويحللهم ويكشف عنهم ويطلع منهم جازز ويقدر نشوف الحاجة اللي عندنا هي كانت ايه فعشان كده احنا استخدمنا المور ستيبل أسد زين زا أسد ويش او درايفت فروم سو اتريبليس زا لاس ستيبل أسد بيبدل اللازم ستيبل أسد او بيخش يطرده عشان يطلع الحاجة اللازم ستيبل يبتلي نعرف الحاجة اللي عندنا دي كانت ايه ستة تلاتين بيقول حضرتك مين من الحاجات الآتية تعتبر صحيح هل حصل افريفزانس وطلع هيدروجين جاز؟ لا حصل افريفزانس وطلع كاربون دايكسايد جاز او مليون في الميه بيطلع فعلا افريفزانس وبيطلع لها كاربون دايكسايد سبعة وثلاثين ويتش افز فولوينج اوكير وينفريتنج اسامبل سوديام سايو صالفيت ويس دايليوتود هيدركلوريك اسم لما حطت الاتش سيل عال سوديام سايو صالفيت اللي هو الراجل الطيب ده طبعا كان بيطلع لحضرتك الاريتينج اسمل ومعا الييلو فيرسيبتات فتعنا نشوف بقى مبدايا كده black بلاك برسيبتات دايه مستحيل وبالتالي دي كمان مستحيل فكده اي بي يا سيا دي يا ی ايا ا zweiten طيب بي قالك تلع يالو برسيبتيت و اتش 2 اس جاز لأ يالو برسيبتيت و pro regaz mmis اور so 3 جاز عشان كده الإجابة إيه هي أصح إجابة نيجي بعد كده للسؤال 8 و 30 وعايزك بقى تركز معي 38 بيقول لحضرتك إيه Which of the solution of sodium salt show will not produce a gas when react with diluted HCL مين في دول مش هتطلع جاز لما حطت عليها diluted HCL طيب لو ساعدت خدت بالك diluted HCL مع السالفيد كان بيطلع مع السالفيد كان بيطلع مع الفوسفيد ماخدناهش والله ولا نعرف عنه حاجة إنه مع البايكاربونات كان بيطلع كاربون دايكسويت جاز فأكيد C هو ده الوحيد اللي مش هيطلع جاز ما هو قال لك not produce a gas فعشكي الإجابة C هي اللي مش هتطلع جاز لأن كيكي ال HCL ما بيكشفش عن الفوسفيد 39 بيقولوا حيضا Which of the following carbonate salt has highest solubility in water مين في الكاربوناتس اللي قدامك دول عنده أكتر ضوابان في الماء احنا اتفقنا إن كل الكاربوناتس ما بتضبش في الماء معدى ثلاثة السوديم كاربونات والبوتاسيوم كاربونات والأمونيوم كاربونات دول التلاتة بس اللي كانوا solubile in water البقين كلهم ما بيضبوش فأي واحد في التلاتة دولي قد يضب في الماء فهتلاقي الإجابات كلها مش هتنفع غير الإجابة C اللي هو البوتاسيوم كاربونات ده الوحيد اللي كان solubile فبالتالي هتختار الإجابة C هوا الرجل بيقول فيه inorganic salt اسمه A طلع علينا colorless gas اسمه B الجاز ده عنده bad smell فبالتالي يحول لي الورقة بتاعت ال lead acetate لبلاك يبقى مين A ومين B طبعا اللي كان بيحول الورقة لبلاك هو ما كانش فيه غير واحد بس وهو الصالفايد فكده كده اختار الإجابة فيها الصالفايد والإجابة الوحيدة اللي فيها الصالفايد هي الإجابة C قدام حضراتكم وبالتالي ايه ده هيبقى السوديام صالفايد ده اللي هو السولت وطبعا ال colorless gas اللي بيطلعه وهو H2S gas وده اللي عنده البعد smell بعد كده سؤال 41 بيقول لك which of following group could be oxidized using the K-man of Y طبعا حتى فانا ان ال K-man of Y ده من زمان عارفين هو oxidizing agent يعني بيأكسل الحاجة اللي بيتفعل معاه واستخدمنا ال K-man of Y اللي كان لونه violet في ال detection بتاع ال nitrite فبالتالي هيستخدم مع ال nitrite فبالتالي الإجابة ايه؟ هي الإجابة الصائحة مش معنى مثل ال nitrite لان هو بيعمل له oxidation واخدنا ان ال violet color بيختفي لو تفتكر لو كان عندنا ده كده مثلا السوديم نيتريت اهو وهتفعله مع ال K-man of Y كنت اقول لك ان الرجل ده بيتفكل ثلاث حاجات من ضمنهم ال O فال O دي كان بتجري تتفاعل مع الرجل الطيب ده وتحوله من NaNO2 تحوله الى NaNO3 يبقى كده زودت له oxygen يبقى عملت له عملية oxygen نظرا لان هذا ال K-man of Y يشتعل as oxidizing agent يعني بيأكسد الحاجات اللي بيتفعل معه وطبعا الرجل ده كان اسمه ال nitrite فعشان كده هيأكسد ال nitrite بعد كده سؤال 42 بيقول له حياتك adding AgNO3 two sodium sulfide sulfide solution بيكون Ag2s what is the color of the precipitate resulting from formation Ag2s طبعا Ag2s ده كان لونه black فبالتالي تختار black precipitate على طول بدون اي تفكير بعد كده نيجي للسؤال 43 بيقول لحضرتك which of the following could act as a reagent يعني كاشف لل nitrite iron ال nitrite طبعا الهال NO2 negative 1 من ممكن يستلم لل nitrite طبعا انت فانا مع بعض concentrated H2s وفور ملناش علاقة بي لسه diluted HCL ده اللي كان مور ستيبل عن nitrite وبالتالي هو اللي كان بيقدر يكشف عليها فعش كان اختار الإجابة بيه هي الإجابة الصحيحة 44 diluted hydrochloric acid اللي هو diluted HCL solution could be considered as a reagent for A بيستلم ك reagent for A فوسفيت لا باي كاربونيت A نيتريت لا صالفيت لا فعش كده يقدر يكشف عن الباي كاربونيت 45 وركز معي معلش بيقولك the addition of diluted HCL to sodium nitrite salt form a colorless which turns into reddish brown gas at the mouth of the tube due to the formation of brown gas name the colorless and the brown gas طبعا ما تنساش ان ال colorless gas اتفاقنا اللي هو ال NO وكان بيتحول بعد كده into NO2 gas اللي هو ال reddish brown على بق الأنبوبة يبقى ده ال colorless وده ال reddish brown فبالتالي ساعدتك تختار الإجابة الصح هي الإجابة C ان ال NO هو ال colorless والNO2 هو ال brown gas او بيقول عليه ال reddish brown gas منيجي بعد كده لسؤال 46 بيقول adding of iodine solution اللي هو ال I2 to assault solution of sodium cyosulfate remove the brown color of iodine due to the formation of two colorless solution what are these two colorless solution دفعنا قبل كده ان ال colorless اللي كان بيتكون من ال iodine مع الصيوصulfate كنا عندنا السوديم iodide وعندنا السوديم تترا سيونيت اللي اتنين دول هما اللي كانوا بيتكونوا وكانوا لونهم colorless تمام ولذلك حدتك لازم تختار سوديم iodide وسوديم تترا سيونيت اللي هي تمثل الإجابة A لسؤال 46 بعد كده سؤال 47 بيقول which of the following statement about carbonate and bicarbonate salt is incorrect مين من الحاجات القتية عن الكربونيت والبيكربونيت مش حاجة صحيحة مش صحيحة اخلي بالو طيب تعال نشوف بقى اولا both of them are soluble in water اللي اتنين بيدوبوا في المية والله اللي اتنين بيدوبوا في المية الكربونيت salt والبيكربونيت salt اه منهم حاجات كتير بتدوب في المية مش كلهم طعمة بس فيهم حاجات بتدوب في المية to both of their solution form white precipitate upon reacting with MgSO4 اللي اتنين بيكونوا white precipitate اللي بيتفعلوا مع MgSO4 لا بصراحة مش اللي اتنين بيكونوا white واحد بيكون white بس التنين بيكون white after heating فبالتالي مش اللي اتنين بيكونوا white على طول فبالتالي الاجابة دي ما تعتبرش اجابة صحيحة انها بقى both of them are dry from one acid اللي اتنين بيجوا من النفس الاسد او اللي اتنين بيجوا من الكربونيك اسد اللي هو H2CO3 both of them بيضونا كاربون دايكسويد لما حط عليهم HCl فعلا الاتنين بيطلعوا كاربون دايكسويد لما حط عليهم HCl بعد كده 48 بيقول له حضرتك which of the following salt solution could react with MgSO4 and form white only after heating اللي كان بيكون white after heating هو كان البيكاربونيت وبالنسبة لنا يمثل اجابة ايه 49 which of the following observation could help a chemist distinguish يعني فرق الصيوسولفيت from sulfite ion through the addition of HCl طبعا اتفقنا ان الصيوسولفيت والسالفيت الاتنين لما حط عليهم من HCl بيطلعوا بس واحد مع يلو واحد معهش يلو فالحاجة اللي كانت تفرقه ما بين الاتنين هو وجود الYellow Perceptate ودي الحاجة اللي تفرق الاتنين عن بعض فعلا باستخدام ال diluted HCl فبالتالي الإجابة دي هي اصحة إجابة عندك سؤال 50 بيقول له حضرتك The alliance that cause the formation of a white Perceptate is formed with a sterne black تقلب لبلاك لما حط عليها السيلبر نيتريد طبعا اللي كان بيحمل لنا white Perceptate يقلب لبلاك بعد الهيتن هو كان السالفيت والسالفيت بالنسبة لنا هو يمثل الإجابة دي هو ده اللي كان بيدينا يقلب لبلاك بعد التسخين بعد كده 51 بيقول لحضرتك mean is used to distinguish between يفرق ما بين السالفر اوكسايد جاز والهايدرون سالفايد جاز طبعا السالفر اوكسايد اللي هو SO2 والهايدرون سالفايد هو ال H2S الراجل ده كنا بنكشف عنه بالورقة بتاعة البوتاسيوم بايكروميت يحولها من الورنج الجرين والراجل ده كنا بنجيب له ورقة الليد أساديات يحولها لبلاك فبالتالي لو عايز افرق ما بين الاثنين استخدم ايه lead two acetate ولا ammonium acetate ولا sodium acet ولا iron to coloride لا بصراحة انا لازم استخدم lead two acetate وهيقول له مستر ازاي اقول اصلا انت لو جيت حطيت lead two acet على الاثنين دول الراجل ده هيتفاعل ويقلب الورقة والراجل ده مش هيأثر في الورقة اصلا فطالما واحد يتفاعل واحد ما تفعلش يبقى انا كده عارفت افرق مين ده لان انا عارف ان ده بيتفاعل مع الورقة وده ما بيتفاعلش فطالما كونت الورقة black مع واحد فاكيد عارفت التاني او طالما عارفت واحد يبقى انا تعرفت التاني وبكده فرقت ما بين L2 باستخدام lead two acetate بعد كده نيجي للسؤال 52 بيقول لحضرتك which of the following is true when adding a brown iodine solution to sodium cyosulfate مين من الحاجات اللي اعطيها صح لما حط ال iodine solution على السوديم cyosulfate طيب ادي اسيد السوديم cyosulfate بالمنظر ده احط عليه ال iodine solution قبل بس اي حاجة انا عايز افكرك بمعلومة مهمة من شابتر 1 هنستخدمها دلوقتي احنا اتفعنا ان الكولورين والبرومين والايودين كل دول كانوا يعتبروا strong oxidizing agent لما خدناهم في reactions ال iron فبالتالي الكولورين زي البرومين زي الايودين يعتبروا strong oxidizing agent فالايودين ده تقدر تعتبر strong oxidizing agent وطالما هو oxidizing agent فده معناه ان هو بيعمل عملية reduction فبالتالي تعال نشوف بقى انهي اجابة من دول هي الاجابة الصحيحة وبرحة بقى كده واحدة واحدة معي اولا لا الراجل ده oxidizing agent يعمل reduction طيب يعملش oxidation طيب The color will disappear اه اللون فعلا هيختفي فبالتالي ده اجابة صحيحة جدا 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 طيب صحيحة اجابة ولكن ما تنساش ان الايودين ده يعتبر strong oxidizing agent زي الكولورين وزي البرومين وزي الفولورين بعد كده سؤال 53 بيقول لحضرتك dilute hydrochloric acid is not suitable for distinguish between carbonate and bicarbonate ليه ليه ال dilute ال HCL ما ينفعش يفرق ما بين الكاربونات والبيكاربونات due to A تعال كنا نمسك الاختيارات واحدة ان ال HCL لا لا هو ال HCL كده كده مور ستيبل ال HCL لا يشاله قابل دانستي لا 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 يعني مين في الحاجات الوقتية ما فيهاش اكسوجين من اخلا طيب الكربونات ده CO3 وكان فيه اكسوجين سايوسالفيت S2O3 وفيه اكسوجين نايتريت هو الNO3 بس ده ما كناش بنفرق عنه السالفيت هو الSO3-2 طبعا وبكده يبقى ساعات تقدر تفرق بيه الكربونات والسايوسالفيت والسالفيت انه ما يدهش فرق بيه النيتريت فعشان كده النيتريت هي حاجة فيها اكسوجين اه بس النيتريت هي النيتريت ما يقدرش يكشف عنه بعد كده سؤال 55 بيقولك بايباسنج ال H2SGAS على AGNO3 كان بيكونه حاجة Perceptate لونه ايه تعالى كان نفتكر لما نحط ده على ده حطتلي الاثنين دوله على بعض ساعتها كان بيطلع لك ال AG2S اللي هو كان Black Perceptate ولزيلك الاجابة الصيحة هو انه هيطلع Black Perceptate 56 سؤال خمسين بيقولك The brown color of iodine solution Disappear upon detection of cyosulfite anine as a result of A اتفقنا مع بعض بقى ان الايودين ده يعتبر Strong Oxidizing Agent وطالما Oxidizing Agent يعني بيعمل عملية Reduction عشان كده هنختار الاجابة الصيحة وهي It's Reduction هيحصل له عملية Reduction لان الايودين Strong Oxidizing Agent بعد كده سؤال 57 بيقول له حضرته It's possible to distinguish between Sudium Carbonate and Magnesium Carbonate Without a chemical reagent ازاي بقى طيب لو عايز فرق ما بين Sudium Carbonate و Magnesium Carbonate خلي بالك Sudium Carbonate ده كان سولت عادي جدا انما Magnesium Carbonate ده كان Perceptate لونه ابيض يعني ده Perceptate وده سولت بيدوف في المية عادي فبالتالي اقدر فرق ما بينهم بـ Asolubility in Water Sudium Carbonate هيدوب في المية انما Magnesium Carbonate مش هيدوب في المية واحنا اتفقنا قبل كده ان اي Perceptate اكيد مش هيدوب وعشان تبقى عارف دايما ان اي كربونات ما بيدوفش في المية مع عدد الثلاثة اللونناهم Sudium Carbonate والPotassium Carbonate والامونيوم Carbonate انما بقى اي كربونات تانية بيدوفش في المية فبالتالي عن طريق Sudubility in Water اقدر فرق ما بينهم ده هيدوب وده مش هيدوب نتيجة ان ده Salt عادي بيدوب في المية ان ده Perceptate وعمره ميدوب في المية سؤال 58 وعايزك تركز معي بقى عشان اسئلة دي لزة جدا وبتيجي في الامتحانات كتير قوي وبتدخلك كزا حتة مع بعض فركز معي معلش بيقولك حطناهم على ثلاثة Salt A طلع Gas Evolve Salt B طلع Salt C ما عملش Reaction اصلي خلاص طيب اول حاجة اللي ازا همسك واحد واحد اشوفهمي طيب مع ايه طلع Gas Nitroid بيتفعل مع HCL ويطلع Gas Nitroid ده مش معانا Colorid مش معانا انما الكربونيت ممكن يبقى اللي اجابة صح يا ايه يا دي نتيجة ان دول كانوا بيطلعوا جاز فعلا مع HCL وكان بيادر HCL طيب طيب تعال بانشوف اللي هيطلع جاز و Perceptate في بي انت قدامك اللي اجابة يا اما ايه يا اما دي طيب صي وصلفات كان بيطلع جاز و Perceptate ال Nitroid مناش علاقة بيه ولذلك من غير ما كمل هتبقى اللي اجابة ايه هي اصح اجابة لهذا السؤال وعليقول لها مثل تفصولت C لان يابني الصالفات ما كناش بنكشف عنه بالضيليوتر HCL فكيه قادر دولت HCL مش هتفعل معه فبالتالي فعلا لا تفعل بعد كده سؤال 59 نفس الفكرة بقى بركز معاكي بيقولك When diluted HCL Is added two salts a and b separately كل واحد لاحظة قالك مع ايه طلع colorless gas واضر مالوش لون ولا ليه ريح طيب اما مع بي بقى تلع colorless gas turns into reddish brown at the mouth of the tube So A and B طيب الراحة بقى علي الاول تلع ليه ريح لا ليه لون ولا ليه ريح مع ايه طيب البيكاربونات بيطلع carbon dioxide لليلون وريحة السلفايت للأسف بيطلع ريحة معفنة السلفايت ريحة برضو معفنة فبالتالي الكاربونات والبيكاربونات هم اللي هتطلعوا صوت هم اللي هتطلعوا جاز لا ليه لون ولا ليه فالاجابة الصحية هي C طيب نشوف بقى هنختار A ولا C بيقولك لما اتحط على salt B طلع لي colorless gas بيتحول لل reddish brown طبعا ال colorless gas بيحصل مع ال nitrite ولذلك الاجابة الصحيحة الوحيدة هي الاجابة C دي اللي هتنفع معنا في هذا السؤال بعد كده سؤال 60 بيقول له هاردن which of the following pairs can be oxidized ممكن اعمل لهم oxidation بال potassium permanganate اللي هو الكامنة for as oxidizing agent leading to discharge the color يعني اللون يختفي بتاع potassium permanganate طبعا ده كان لون violet لما كان بيعمل عملية oxidation كان violet color ده فعلا ايه؟ بيختفي طيب تعال نشوف حاجة ينفع ان يحصل لها oxidation احنا اخذنا طبعا ان هو بيعمل oxidation لل nitrite بيحاولون nitrite فبالتالي الاجابة اللي فيها nitrite هي تبقى الاجابة الصحة ف sodium nitrite غلط put sodium nitrite غلط فالاجابة الصحة يا سيا دي sodium nitrite و sodium nitrite طيب تعال نشوف بقى الاجابة التانية فرك صالفيت ولا فرس صالفيت الفرك ده ايرنبوستف 3 والفرس ده ايرنبوستف 2 تخلك بقى شابتر 2 في اللعبة شابتر 1 أسف في اللعبة فمين فيهم كان بيحصل له oxidation والله احنا عارفين ان ال ايرنبوستف 3 صعب جدا يتأكسز ويتحاول لبوستف 4 انما ال ايرنبوستف 2 سهل جدا يتأكسز ويتحاول لبوستف 3 ولذلك اللي ممكن يعمل لهم oxidation بوتانسيوم بيرمينجينيه هيبقى sodium nitrite والفرس صالفيت فالاجابة الصح هي الاجابة دي وتاني هقولك ليه لان sodium nitrite لو ال NaNO2 هيحصل له oxidation ويتحاول ل NaNO3 والفرس صالفيت وهو FeSO4 ده ايرنبوستف 2 هيحصل له عادي جدا oxidation ويتحاول ساعتها ل ايرنبوستف 3 وده زي ما انت عارف خدناه من chapter 1 وعشان كده ده ممكن يحصل له oxidation وده ممكن يحصل له oxidation عن طريق potassium permanganate ازاي حلو جدا رابط chapter 1 بchapter 2 خلي بالك مني بعد كده سؤال واحد وستين بيقول لحضرتك a chemist find an unlabeled salt يعني فيه salt مش مخطوط عليه label solution attempt to determine its composition and the property وحاول يعرف التكوين بتاعه والproprieties بتاعه قالك the chemist add a few drops of AgNO3 to a sample of the salt to see if a precipitate forms indicating the presence of halide group in this qualitative or quantitative analysis هو طالما ترى يعرف المكونات يبهو كان عمل qual ولا qn لا طبعا عمل qualitative analysis عشان يقدر يعرف المكونات الموجود اثنين بقى alex the chemist finds that the precipitate is formed upon the addition of AgNO3 they filter and draw and wait the precipitate وزن الperceptate and use it to determine the mass of the salt وحاول يحصل وزن الصوت فيه solution فهو كده عمل quantitative ولا qualitative لا طبعا عمل quantitative لانه هو بترى يحسب الوزن اللي موجود فيه solution سؤال 62 وده اخر سؤال تشوز معانا في الجزئية دي بيقول حيتك when a student add diluted a hydrochloric acid to a sample of sodium sulfite a sodium sulfite to detect the sulfite ion a colorless gas was a very irritating smell is evolved بطلع colorless gas عنده irritating smell حلوة لو تفتكر بقى ال colorless اللي عنده irritating هو SO2 gas تمام بيقول لك بقى what is the name of this gas هو طبعا ال sulfur dioxide gas اللي هو بالنسبة لنا يمثل الإجابة ايه قال لك which of the following could be used to detect the evolved gas ممكن مين يعرف لنا الجاز اللي طلع ده هو كان دايما بيتعرف عن طريق potassium dichromate acidified اللي هي بالنسبة لنا الاجابة ايه هي اصح اجابة لهذا السؤال انا اسف الاجابة دي acidified potassium dichromate مش potassium chromate لا acidified potassium dichromate اللي هو بالنسبة لنا عبارة عن الكي 2 CR2 7 اللي معاها sulfuric acid 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 acidified وبكده بقى سعارتك جاوبت اسئلة ال truth كلها بقى بس الاسئلة بتاعت الاسائي وعايزك بقى تركز معاها فيها كده واحد 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 السؤال اول سؤال بيقول لحضرتك A and B are two salts for two different divalent anines divalent يعني ال valence تاعتهم بتو يعني هما ناجات في توم الاخر on adding diluted hcl on both حطينا diluted hcl على A وعلى B with salt A a gas evolve which has an irritating smell while with salt B a gas evolve which has a pungent يعني bad smell what is the name of the anine of the two salt طبعا اللي كان بيطلع لي عندي دلوقتي A وعندي B اللي كان بيطلع irritating smell بس من غير ترسفتيت معاه هو كان ال sulfite وطبعا الرمز التاع ده هو S-2 والرمز التاع ده هو S-2 فكده انت عرفت الاسماء بتاعتهم ودي الرموز اللي تقول لك ان هما فعلا divalent يعني divalent يعني divalent السؤال التاني بيقول لك X and Y are two different salts by adding silver اللي هو الاجين والثري على الاثنين in case of X a black precipitate is formed directly while in salt Y a white precipitate formed which is turned to black by heating what is the formula of the anines of the two salt اعايز يعرف الفورملا بتاعت X وبتاعت Y اعايز يعرف شكل X وشكل Y الانين ده عبر عن ايه والانين ده عبر عن ايه اللي كان بيطلع black على طول هو كان السالفيد والرمز بتاعه كان S negative two ده الفورملا بتاعت الانين اما اللي كان بيطلع white يقلب لبلاك بعد التسخين ده كان السالفايت اللي هو الSO3 negative two وبكده يبقى انا عرفت مين X ومين Y ده اللي كان بيطلع البلاك على طول هو السالفايت واللي كان بيطلع white يقلب لبلاك بعد التسخين ده كان السالفايت بعد كده نيجي للسؤال الرقم 3 بيقول لحضرتك Z and W are two salts for two different divalent anines برضو divalent anines بيقول لحضرتك بقى on adding diluted hcl on both على Z و W والSalt Z gas evolve which has irritating smell طلع لي gas عنده ايه؟ irritating smell ولكن مع W طلع gas which has irritating smell ومعاييله Perceptate what is the name of the anines of the two salts كده انت عندك salt Z وعندك salt W خلاص كده؟ هو عايز يعرف الانines اللي جواهم اللي كان بيطلع irritating بس بس ده كان السالفايت اما بقى اللي يطلع لي irritating ومعاييلو Perceptate ده كان السايو صالفيت يبقى انا كده عرفت الحاجتين اللي عندي Z هو السالفايت انما W هو السايو صالفيت زي ما قلتلك للوان كلها موجودة والاكوشنز كلها موجودة في الكتاب ولكن الفكر انك هتربى في الدنيا بعضها ازاي وتعرض فرهم عن بعض ازاي؟ السؤال الرابع بيقول له حررتك طبعا واتد 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 لما بيغبط فيها وبيعدي عليها جاز ألبهم إذا كان الكمبادية بيغبط ويقون ازاي واتد من التحويل الرابع طبعا الكمبادة اللي كان بيكون هو كان الكروميام صالفيت ده كونبادة اللوان وبالتالي الورقة كاب بيتحول لها لجرين نتيجة تكون هذا الكمبادة وبكده يبقى ساعدتك جاوبت معنا الاسئلة بتاع assignment 1 كله